فيها مثلا المين وال والرينج وماكسيموم ومينيموم يعني هل ده مش عارف ايه الكومنت اللي ممكن نكتبه على يعني حاجة زي كده هتختار اختار اختار واحد وتبتح تشرح معاني الحاجات دي المين ده معناه ايه الميديا معناه ايه المود معناه بس الفارياب الواحد يعني مش هتبسي كل يعني اللي يعرف الفارياب اللي يعرف في الباية فكفاية واحد بس انك انت ايه تتكلم عنه تمام اي استفسارات اخرى طيب اه نرجع تاني ده موضوعنا طيب احنا كنا بنتكلم على التست وزي ما قلنا صنفناها الى ثلاث انواع السنجل سامبل الى ثلاث سامبل والثلاث سامبل السنجل سامبل انا بتست ان الافراج بتاع البيبوليشن بساوي كونسانت نمبر وقلنا الى الزامبلز على الكلام ده كتير منها ان انا عايزة تست ان متوسط ضرق الحرارة 37 درجة عايزة تست ان متوسط عمر اللامبة 5000 ساعة متوسط الـ GPS 3.5 وانا ما عنديش درهم تستين ياما تي تست ياما ولكوكسون سايند برانك تست باستخدم التي تست لوكات الداتا نورمل وباستخدم ولكوكسون لوكات الداتا نوت نورمل بالتو سامبلز انا بقارن ما بين حاجتين الحاجتين دول ياما بقارن ما بين مجموعتين مختلفتين على نفس الـ variable يعني زي درجات مجموعتين من الطلبة في مادة الـ statistics يبقى المادة سابتة لكن الطلبة هي المختلفة تمام؟ او ان انا بقارن ما بين درجات الطلبة في مادتين مختلفين كيبقى نفس الطلبة بس المادتين هم المختلفتين الحالة الاولى لو كان different groups of students يبقى دي independent لو كانوا نفس الـ group of students يبقى دي independent هنا عندي اربع تستات التست لو لاني اللي هو الـ two independent sample test والperd sample test ودول بيستخدموا لوكات الـ data normal distribution اما لوكات الـ data not normal بستخدم الـ manual test ووالكاكسون test الحالة بقى التالتة والاخيرة بتكلم على three or more samples يعني زي ما شوفنا من شوية كنا بنشوف هل في مرتبات الوظائف المختلفة لو انا عندي في الشركة ثلاث وظائف clerical and custodial and manager فدول يعتبروا three independent samples لان اللي بيشتغل clerical غير اللي بيشتغل custodial غير اللي بيشتغل manager فدول ثلاثة groups مختلفين من اللي ايه من الناس بشوف هل في اختلاف في المرتبات ولا لا فشوفنا من شوية ان المرتبات الكاتيجريز الثلاثة ما كانش وبالتالي استخدمت المرة دي بقى هافترض ان افرد كان المرتبات بتاعت التلاثة كاتيجريز طبعه لهم نورمل يبقى انا في هذه الحالة وفقا للرسمة اللي قدامي دي يبقى انا هستخدم الانوفا الانوفا ده طبعا مش اسمه واحد مفيش واحد اسمه انوفا لكن دي اختصار analysis of variance analysis of variance فده اختصاروه انوفا الانوفا فيه منه one way two ways three ways and so on احنا طبعا المقرع علينا فقط لغير هو الone way طيب ايه بقى فكرة الانوفا تعال نشوف بقى على نفس الانوفا اللي كنا بنشوفه من شوية ان انا بشوف الهتش نوت انه ميو one بيساو ميو two بيساو ميو three الميو one هو الـ Average Salary of Clerical الـ Mu2 الـ Average Salary of Custodial and الـ Mu3 is the Average Salary of Manager والالترنتيب أحيب بصص H1 in MuI not equal MuJ where الـ I والـ J حاكتين مختلفتين وبيساوي 1-2-3 فهنا بأكسبت الـ H في حالة واحدة فقط لغير لو الثلاثة تساوي بمعنى إنه ينفيش سجنفة بين الثلاثة لكن الـ H1 would be accepted لو at least واحد منهم لا يساوي الباقي وبالتالي بفاياس الحالة الـ H1 is accepted والـ Hnot is rejected فإحنا شوفنا من شوية لما طبعنا CrossCal وليست نطلع السيناف level zero يبقى أهل من الخمسة في المية يبقى reject الـ Hnot وaccept الـ H1 إن MuI لا تساوي بـ ومن خلال المين رانك عرفنا أن مرتبات الكليركل هي أقل المرتبات ثم إليها الكستوديل ثم إليها المانجر المرة هنعمل نفس الموضوع بس بافتراط أو زا ديتا يعني بمعنى أن السالري ل سري كاتيجوريس الكليركل الكستوديل المانجر are نورمال ديسريبوشن يبقى في هذا الحالة وفقى لرسمة ضاعتنا هنستخدم الاناليسي أو الأنوفا هنعمل بقى مع بعض الأنوفا ونحل الداة اللي طرح ده بارامتريك يبقى بختار أناليس كم بير مينز وانوين وانوين هندي الوانوين وانوين الانوين 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 هو بنسبالي الكارن سالري و الفاكتور أو غروبين كاريوين هايبا الانوين كاتيبوري راحز هنا الاوكي نوارت يبقى مش منتظر مني أي حد انا اعطيته الانوين وعطيته الفاكتور اللي هما الامبلاوين كاتيجوري وكده دوس اوكي هايطلع لك النتيج اهو ده جدول الانوفا ده معين زي ما احنا شايفين بيحصل وبيجيب بيسم على اطلع له المين سكوير اللي يفو بيسمع على تحت يطلع له الاف الاف مانا هيروح يجيب السيجنيفكنس ليفل انا كل اللي هماني في الكلام ده هو السيجنيفكنس ليفل فلونا روح لطبقت الرول ايه السيجنيفكنس ليفل بزيرو شبه التانية بالضبط يعني اقفر لمن خمسة المية يبقى يعني معنى كده ان في مين بقى مفيش اي نتيجة من اللي طلعت دي هقدر استنتج منها مين نحن اتفاعد دول بعرف مين من المين رانك والبارامتري بعرفها من هنا مبتطلعش الوحيد لازم انا ادخله جوه وقلنه يعملها عكس التي تيست التي تيست اوتوماتيك بتطلع لكن انا ما بتطلعش فانا وانا بعمل التيست تختار الكلام ده ان هو يعمله ان هو يعمله فانا هنا بخش جوه حكتين من اللي على اليمين فوق في عندك حاسم بوست حق بوست حق دي تختار فيها التيست اللي هشوف كل اتنين مع بعض يعني هنا دلوقتي عرفت من انوه انه مش زي بعض مختلفين يعني مرتبات التلاتة مختلفين لكن الفروقات عاملة ازاي مش هعرف هعرف من اين اعرف من التستاذ دي التستاذ دي اللي هي موجودة هنا جوه بوست حق اهي التستاذ دي كتير جدا ازاي احنا شايف ايه مقاوي خلاص وهو مقسمة برضو الى مجبوناتين ازاي ما كان في حالة الاندبندن كان في تست بيتعامل لو ال وبالتست بيتعامل لو كان ال بيتعامل ال بيتعامل ال هنا وواحد من هنا. ان انا لسه مش عارف هو هو او لا. فانا ما عرفش هعمل الاتنين. وبانا اختار منهم حسب التست التعليف هايقول ايه? التستات المجموعة التستات اللي فوق دي. دي اش يعني دول بتاع اربعتاشر تست تقريبا. اشهرهم اللي هو بين فروني. وشف. وتوكي. دول اشهر ثلاثة. دول اشهر ثلاثة. اللي هو اللي فوق ده. دول اشهر ثلاثة. لكن اشهر واحد في كل دول هو بين فروني. فانا اختار تايمة بين فروني فقط لغير كفاء. هما كلهم بيقدوا نفس الغرض. لكن آآ بين فروني ده هو اشهر تست غير آآ التستات اللي بتشوف الايقواليتي بتاعت المينز لو كان الفارينسيز ايكوال. طب لو الفارينسيز نوت ايكوال عندنا اربعة تستات. اشهرهم تمهان. اللي هون. يبقى انا هنعمل ايه اتنين. كل ده تعملوا مرة واحدة في الاول. مع الانوبة بالمرة. يعني عشان متعشش تعمل ايه كزا مرة. هتعمل كل ده مرة واحدة. طيب فاضل بقى. اعرف طب الفارينسيز ايكوال ولا لا. فعشان اعرف الفارينس ايكوال ولا لا. باختار هنا اوبشنز. وادي التست بتاع ليفين اهم. الهوموجينيتي او فارينس تست. احنا قلنا. الليفينس تست بيشوف الايكواليتي او فارينس او الهوموجينيتي او فارينس. فهو هنا قادي مساملينه هوموجينيتي او فارينس ولما يطلع التست هتلاقي اسمه آآ ليفين. كده كونتين. دايما لو انت بتعمل اول مرة لازم تعمل الحاكتين دول بالمرة. هتطلع لك كل اللي ايه? كل النتائج اللي انت محتاج. يبقى تاني. ديبقى انا بختار الوان وي انوفا. من النارائز. اخترت الفارينس زادي. الفاكتور هو. من ندخل جوه. باعلم على حاكتين. بين فروني وتاملان. بين فروني هبص للنتائج بين فروني. لو طلع لي. وهبص على النتائج تمام لو كان الفارينس. اذا انت في الاخرى هتبص على واحد منهم. بس انا هتطلع الاثنين. واللي انا مش عايزه خلاص. مش هبص. تمام? يبقى انا علمت على الاثنين دول. وبعدين رحت على اوبشنز. واخترت هوموجينيتي او فارينس تست. ده التست بتاع ليفين. وبقول له كونتين. كده احنا خلاص جاهزين نطلع النتائج. هيتطلع لي كام جدول? اربعة. اهو. ادي العنوان اهو. وانوي انوبا. ده بتاع ليفين. وده الانوبا نفسه اللي شفناه قبل كده. وده الجدول اللي منقسم الى جزئين. ادي بين فروني اهو. وادي تمهان اهو. خلاص? دي كل ليه? اللي بتاعص. طب الترتيب هبص لايه? اول حاجة اللي لازم تبصوها هي جدول الانوب. جدول الانوب. اللي هاده. لو انا اكسابت الاتش نوت. وده امتى بيحصل? لو كان السيجنيفكنس ليفل جريتر زان وده? جريتر زان بوينت زرو فايف. لو السيجنيفكنس ليفل جريتر زان البوينت زيرو فايف. بأكسابت الاتش نوت. طالما اكسبت الاتش نوت مش بحطك تبص لاي حاجة تانية. خلاص الكلام بينتاهي. ليه? من معناه معناه لكن لو كان أقل من 5% يبقى فيه هنا معتاج أعرف الصالح من يبقى لازم أبص على بقية بقية الجدو يبقى أنه لو خالص مش بيحتاج حاجة تانية خالص سيبها موجودة في مسحة مش بيحتاجها بأي حاجة لكن لو أنا موجودة محتاجة أبص لبقية الجداول زي الحالة بتاعتنا نحن دلوقتي يعني عقل من 5% يبقى ويقول طب أنا في هذه الحالة هعمل إيه هروح أبص على الأول عشان نعرف ويقول عشان نعرف لأربع طور يعني بيجعمل حسابات وبنانة على المين أو بيجعمل حساباته على الميديان أو بيجعمل على الميديان أو بيجعمل على الميديان أبص على الميديان هذا السيجنفكينس ليفل بتاعنا زيرو طب لو أنا السيجنفكينس ليفل زيرو يبقى أهل من 5% هرجكت الـ وإكسابت الـ 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 دايما بيقول عدم التساوي يبقى سيجما وان سكوير لا تساوي سيجما تو سكوير لا تساوي سيجما سري سكوير أدي الليبن تست يبقى أنا عرفت من الليبن تست أن الليبن تست أن الليبن تست أن الفاريانس are not are not equal إذن أنا لما أجي على الجدولين اللي تحت عشان أعرف الفرقات ماشية زي مين أكبر ومين أقل هبص على الجدول بتاع مين بتاع تمهان يبقى الجدول بتاع تمهان هو ده اللي أنا هبصوله عشان أبص على النتائج واغرف مين الأكبر المين بتاع الكليل ولا القسطودي يبقى الضور بتاع الليبن هنا مجرد بس يحدد لي وأنا هستخدم بونفروني ولا هستخدم تمهان لو النتيجة بتاعت قالت هتبص على نتائج بونفروني لو النتيجة بتاعت قالت يبقى هبص على نتائج تمهان تعال نشوف تمهان ده يقولين تمهان ده بيعمل ايه بيبدأ يعمل لك هو اسمه حتى عنيون الجادة الملتبول لأن التست بتاعت تعمل ليه مبين كل اتنين بعض يعني هنا مسك الكليل قارنها مرة بالكسطولي ومرة بالمانجر وبعدين الكسطولي مرة قارنها بالكلير ومرة بالمانجر وبعدين المانجر هيقارنها بالكلير والإيه والكستوديل يعني محتاج بس أبص على اثنين منهم عارف الترتيب ماشي إزاي طيب هنبص هنا فين بص كده عندك أول علاقة بين الكليريكل والكستوديل هل فيه بين مرتبات الكليريكل والكستوديل ولا لأ بص كده على طالع كام زير بفيه دفرنس إذا المعنى كده مرتبات الكليريكل مختلفة عن مرتبات الكستوديل عادي عرفت ان دي أقال من 5% لو دي قطع أكبر أو يساوي بنوء دفرنس مبينو بالتنين دوزة بعض أبدأ أشوفهم أقارنهم بالإيه بالمانجر عشان نعرف المانجر مختلف مع مين ومتساوي مع مين طب هنا أنا دلوقتي إيه لقيت الكليريكل مختلفين على الكستوديل طب لاختلاف ده الصالح مين بص كده على الكونفينس انتيرفل العمود اللي جنبه طالعين بالنيجيتف طب هنا مين مين مينس مين الديفرنس عبر عن إيه الديفرنس عبر عن الكليريكل ناقص الكستوديل مرتبات الكليريكل ناقص مرتبات الكستوديل بالترتيب طالع نيجيتف 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 يبقى ايه مين الأكبر الكستوديل الأكبر لأن الكليريكل ناقص كستوديل الإشارة النيجيتف بتعني أن أبوشارة النيجيتف والأكبر اللي هو الكستوديل إذا نقدر نقول بين أول مقارنة عرفنا أن مرتبات الكستوديل أعلى من مرتبات الكلام محتاج كمان مقارنة بس هكارن القستوديل بالإيه بالمانجر ياما من هنا قستوديل مع مانجر ياما هنا مانجر مع القستوديل أي واحدة منهم هتأدي نفسه بالغرض طيب هنأخذ من دي القستوديل مع المانجر يبقى فيه ديفرنس طيب الإشارات نيجاتيب فيها يبقى من الأكبر المانجر طالب النيجاتيب يبقى المانجر هو الأكبر نقدر نقول أن مرتبات المانجر أعلى من الكستوديل مرتبات المانجر يبقى إذن الترتيب ماشي أعلى منها الكستوديل أعلى منها المانجر يبقى هذه الفكرة لتاعة الكلام ماشي جماعة عدى عنده أي استبصار حتى الآن إذن أنا حتى بص لو أنت بصدها العكس المانجر مع الكستوديل لازم تدي نفس النتيجة وبالتالي الإشارات لازم تعكس يعني المانجر ناقص كستوديل الإشارات طرعية مجابل آخر آخر صفه مجابل من الكبير المانجر المانجر في العدو إذن نقدر نقول من الكلام ده أن والترتيب أن الكليريكال بيأخذ مرتبات أقل من الكستوديل والكستوديل بيأخذ مرتبات أقل من المانجر ده كل ما يتعلق به الأنوف عدى عنده أي استفسار فيه الأنوف دكتور مالش بالنسبة للتست اللي هو الهوموجينيتي تاني لو أمكاني الهوموجينيتي تست ده زي ما قلنا التست بتاع ليفن ده اسم الراجل اللي عامل التست ده ده بيشوف هال الــــــــــــــــــــ ثمии تعمل الرتبات الكاتيجرز الثلاثة متساوية ولا لا طب هنا إذا اليش فأتي بأمام لأي 123 هذا يعمل إزاي يبقى الــ إ vaccination السقائر سقائر lite فين صغير��ز سقائر سقائر جاءت as với左右 إن الـــــــــــــــــــــــــــتعمل الرتبات الكاتيجرز الثلاثة متساوية أو ichi difference طب هل artist أنهم غير موت يساوي. فأنا هنا ببصو على if significance level لو كان hi significance level أقال من 5% ب reject the h note. ولو أكبر يساوي ب ik accept the h note or don't reject the h note فأنا هنا بناس بالي ال h note فيعة level مبارعا إن sigma 1 square variance عمرتبات الخارغ sigma 2 square variance عمرتبات التباست율 ويساوي resiga sigma 3 square على مرتبعات المانجر. والاتش وان ان سيجما اه او اي سكوير خلال جينرال لا تساوي سيجما زي سكوير. اه بالشكل ده. وطبعا الاي لا تساوي جين. السيجنيفكنس رابل طارع بيساوي زيرو اول اول واحدة صفر. ودي اقل من خمسة في المية. طبعا ما دي اقل من خمسة في المية. اكتبت الاتش وان يبقى ايه? ايه ده. هذا الص carga. ايبقى الاريسز اار ناطは موجينيس او ناط ايكول. اه دي معنى كان الاريسز اار ناط هموجينيس او ناط ايكول. ف Madrid مش ايكول ايبقى انا بستخدم التس بتاع الت τις التعامليه. لو طلع اصد categories likeval Julia Nation هتستخدم التس بتاع منبوagan praise لان اباد انا بفترض ان就 below 64 parce called sun اما تمهان بيفترض انrog Server not equal. ف sine كده لما ربط على جدول الانوغة تمام laughter. نعطي هنا بسيط على تمهان مش بنفروني ليه؟ عشان وشفنا آدي سواء كان تمهان أو بنفروني بيقارنوا كل اتنين مع بعض يعني بيعمل ملتبول كومبارزون بيمسك كل اتنين يقارن عشان أحدد من المتساوي ومن المختلف لو السينافكنس لابل أقل من 5% يبقى مختلفين أكبر أو أساوي يبقى غير مختلفين هو بوص على دي الفكرة بتاعة الأنوف حد عنده أي استفسار في الأنوف أو فكرة الأنوف أي دكتور مالش أقلش استكملا للسؤال الأولين برضو الجدول بتاع هو سؤاله على الجدول الفاتح والسؤال على الجدول ده بالنسبة ليفن أنا شايف مكتوب حاجات based on mean, based on mode, based on median وطلع كذا based on trimmed mean تمام هو حسابات leaving أو التست التعريف ده له أكتر من approach في الحساب يامك بيبني حساباته على المين اللي هي أول واحدة مكتوبة based on mean يامك بيبني حساباته على الميدين يامك بيبني حساباته على الميدين يامك بيبني حساباته على الترامد مين كلمة ترامد مين يعني المين الأول بيرتب القيم ترتيب تصعدي ويلغي أقل خمسة في المية وأعلى خمسة في المية من الداتا ويحسب المين بتاع الباقي ده اسمه ترامد مين يعني الترامد مين كلمة ترامد يعني قص تمام؟ فترامد مين يعني معصوص معطوع منه جزء جزء فهو بياخد بقيمة الترتيب ترتيب تصعدي ويجع على أقل خمسة في المية يشيلهم وأعلى خمسة في المية يشيلهم ويحسب الأفرش على الباقي فهو الحسابات مبنية فيه أربع طور يبني عليها حساباته فأنت الطريق اللي تعجبك يستخدم فأنا بقولك رايح نفسك وقدر يقوله خلاص وكلهم يعطوا نفسي نفس النتاج كلهم يعطوا نفس النتاج هل ممكن يحصل ممكن في حالات نادرة جدا لكن في أغلب الأحيان هيتلعوا نفسي نفس الفصل فهو بيجيب لك كل الترتيب واختار اللي عجبت وقلت لك كفاية الأولى بس اللي هي بيزدع على الإيه على البي فهنا السيجنفكان سلافل بتاع اللييفن تاست طلع زيرو يعني أقل بخمسة في المية فبريجيكت النال وأكسابت الأورترناتفي بفيدفرنس بين الإيه بين الفاريانسيز بتاعت الإيه الكاتيجيز التلات ماذا؟ دي الفكرة ده السؤال أو إيه السؤال التاني بقى؟ بالنسبة دكتور للبوست هوك تاست في حاجات لو الحاجات طلع يعني مثلا لو بس حاجة تنزلها بالنسبة لي في حاجات في بنفروني فلنفترض يعني أن احنا مثلا نصلنا أيها بالضبط الحاجات اللي هي سيجنفكان فيها أعلى من خمسة في المية فدي أنا في الكومنت بقول إن ما بين ده وده لو أنا كنت طبقتي بنفروني فبين الكليريكل والكاستوديل ما فيه السيجنف كانت ديفلس زي بعض يبقى من المختلف عنهم المدرين يبقى كأن مرتبات الكليريكل زيها زي الكاستوديل لكن لو أنت قرأت الكاليريكل بالمانجر في فرق قرأت الكاستوديل بالمانجر فيه ديفرنس الحاجة الوحيدة لنفاحش ديفرنس الكاستوديل مع الكليريكل ده لو كان بنفروني بس بنفروني عشان الـ لكن لو كان الـ كان يبقى إن مرتبات الكليريكل لن تختلف في بين ein ختلفات لكن بسيطة لا يعتد بيك لكن مرتبات المانيجر مختلفة عن الاثنين وأعلى من الاثنين أما تبص بقى على على يعني كان الكلايركا الكاستوية زي بعض لكن المانيجر أعلى من دول أعلى من دول ده خلاصة الكلام هل عنده أي استفسار أو أي كومنت على كلام ده ده كان آخر بقى حاجة عندنا التست بتاع فريدمان التست بتاع فريدمان بستخدمه في حالة سواء كانت الداتا نورمل أو نورمل مفيش غير فريدمان فريدمان ده أسهل تست وأبسط تست ونتائجه هتلاقي قدل صغير خالص ما فوش غير ثلاث أقام أقام خالص هادي فريدمان حد بيسل والله الصوت علق عنده كده احنا في حالة في الإجزامبل ده شفنا شفنا هل فيه سيجنيفكنت ديفرنس مبين الكارنت والبيجينينج سالري ولا ولا لأ لكل الموظفين طب أنا هنا لو عايزش أطبى بقى سريع الموظفين إذا كان إيه إفرت كان عندي الكارنت سالري المرتب بالوقت ثلاث والبيجينينج سالري أو المرتب تعين بي وبعدين المرتب بعد خمس سنين وعايز يشوف فيه سيجنيفكنت ديفرنس ولا لأ في بديعة على طول فريدمان لو أنا بشوف في حال فيه سيجنيفكنت ديفرنس ما بين درجات الطلبة في ثلاث مواد أو أربع مواد أو مئة ألف مد يبقى أنا في هذه الحالة بتكلم على فريدمان يبقى أنا فريدمان بيستخدمه في حالة سواء كانت الداتا نورمل أو نوت نورمل طبعا هنا الداتا بالنسبة لنا ما عندنا نشغل الكارنت والبيجينج سالري ما عنديش حاجة تانية تنفع فأنا هفطالد أي كأنه ده السللي بعد خمس سنين عشان أقوليك بس الدنيا تمشي إزاي في التست لكن زي ما قلت الكزامبلز كتير جدا على فريدمان لو أنا بشوف هل في مابين درجات الطالة في ثلاثة أربع مد هل في مابين درجة حراية العيان قبل الدواء وبعد الدواء بساعتين بعد دواء بخمس ساعت وبعد دواء بعشر ساعت هل في مابين مسلا إنتاجية الآلة قبل الصيانة بعد الصيانة وببشرطا وبعد الصيانة بشهرين يبقى أنا في هذه الحالة بتكلم على فأنا مثلا قدي بالامور هنا سري or more related أو dependent samples هنا طبعا ما تقدر شغول paired في الاتنين بس يبقى في حالة سري ومور ياما dependent ياما related منفعش علىها paired خالص في الثوى samples ممكن تقول عليها dependent أو related أو paired يبقى هنا سري ومور related samples وهنا نقول test if there is a significant difference between the current salary beginning salary salary after five years years ده الvariable اللي هو مش عندي يعني الvariable الاخير ده الثالة اللي بعد خمس سنين ده مش عندي بس هابد اي حاجة على انه هو خلاص عشان نشوف بس التست بيتعمل الزبع كيبه ده ليه ده السؤال اللي احنا بنو ده تعالي نتكب الحيباستيس بتاعتنا الهه نتكب الحيباستيس بحيباير ما بين مرتبات الكاتيجرز الثلاثة. او مبين المرتب والكارنط والسالي افتر بايف مانس. والاتشوان. على نفس النمط ان ميو اي لا يساوي ميو جي. وهنا الاي لا تساوي جي. وطبعا الاي والجي بيساوي وان وطو وثري عشان ثلاثة. طبعا لازم اقول ميو وان هو عبارة عن الافريج سالري والميو تو الافريج كارنس سالري والميو سري ده الافريج سالري افتر فايف ييرز. طيب. ما جي هنا اعمل بقى الكلام. مش محتاج التست النرمال اللي تتفقنا. لان في الحالتين ما في يجب ان هو تست واحد بس في حالة التست بتاع فريدمن. ده نشوف التست بتاع فريدمن ده هيتعمل ازاي. التست بتاع فريدمن ده وبالتالي يبقى انالايز. نام بارامترك تست. ليجي سي. ديالوجز. احنا شفنا تورا ليتد سامبلز يعني ما بين اتنين. وفي كيرل ليتد سامبلز يعني تلاتة فاقصر. تلاتة فاقصر او اكتر من اتنين. اه. هتلاقي كزا تست اشهارهم من فريدمن. بقيت التستات دي مش مشوفة. خلاص? ففريدمن. فاروح ااخد اللي ايه? التلاتة اللي انا بقار مجانا. ادي الكارنس سالري. و ادي البيجينينج سالري. ونختار ده اللي ايه? ده. السالري افتر اه 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 ادي الثلاث متغرطة. ادي الثلاث متغرطة. تمام? دول انا بقارن بمنهم. بدوس اوكي. بص النتائج و جذائل اصغر جذائل تشوفها بتاعتك اهي. ما في جهر. فانا اروح ابوص على. طالع زيرو. خلاص. زيرو. فانا لما اروح اطبق الخلام ده. اهو. ادي. يساوي زيرو. اقار لمند خمسة في المية. يبقى 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 ده وده يعني معنى كده. انه فيه ديفرنس. يبقى الميو اي لا تساوي شيء. فيه حاجات متساوية حاجات المتساوية. هتشوف مين متساوي ومين غير متساوي. فبروح كده علشان اعرف ديفرنس فين. ببص على المين رنك. فالمين رنك. اهي ماشي بالترتيبة. اعلى حاجة. بعدين. وبعدين. وبعدين. كانت مرتبات من عشرة سنين بسا. ده ايه الفكرة بتاعة الكلمة. حتى عنده اي سبصار في الكلمة يا جماعة. فريدمن تست اسهل التستات. نتائجه مش كتيرة زي ما احنا شايفين. وكلمتين نرد ضغطهم وخلاص على كده. ده التست بتاع فريدمن. له طبيعات كتير لانه معظم من المتغيرات يا جماعة بتبقاش نورمال. يعني النورمال دي الحالة الندر. اللي ما بتحصلش كتير. ده راسب قبل تالي فريدمن ده دايما بيسسادم في حالة اه ده كده كل ما يتعلق به التست او ديفرنسيز. خدنا كم تست? تسعة. خدنا تسعة تستات للتست التست وريليشنشيب هم حاجتين. الكوروليشن والريجريشن حاجتين. وفي حاجة تالتة لكننا طبعا مش بناخدها اللي تايم سيريز اناليسيز دي للدكتوراه بياخدوا. لكن احنا بالنسبة لنا اخيرنا الكوروليشن والريجريشن. قبل بس ما اخد الكوروليشن وريجريشن هلوكو على موضوع ايه الكوروليشن انتيربل ده? يعني تلاقي فيها اسئلة ايه? انا قول لك. زي كده بس. قول لك كالكوليت the 95 and the 99 confidence interval. اه for gross domestic product و total labor force. عايز اجيب ال ايه ال خمسة و سعين والتسعة و سعين confidence interval لك عنده. ايه ال confidence interval دي? دلوقتي احنا عندنا? السامبل زي ما قلنا نون وتقدر تحسب المين والميدين المود بتاع السامبل. لكن عادة بيبقى النون وبالتالي انك انت تحسب exactly value للبيبليشن عادة بتبقى صعبا. انك انت بيتطلب منك تحصر كل البيبليشن و ده استحالة يتم في الواقع العملي. فالفكرة ايه? الفكرة ان انا اقدر احسب confidence interval. confidence interval فور ابني جحزتي ل جكرة بيبليشن. البيبليشن ليه بيبقى لوارموز مين. ميو. طب ايه بقى الكونفينز انتربل دي? الكونفينز انتربل بتساوي ايه? خلقك بتساوي الاكس بار. معظلة بتاعتها ايه? اكس بار اللي هو الافرش بتاعتها. plus and minus. زد. ده رقم من الجدول. مضروف في سيجما على جازلين. والتجمل او نون باستخدام. دي بتاعت البيبليش. طب لو او نون نستخدم المكانها ايه? نستخدم المكانها ايه? نستخدم المكانها ايه اللي هو الاستاندار ديفيجين بتاع السابق ايه? اللي ساعدت وبعارف الباريانز او الاستاندار ديفيجين بتاع الهيه البيبليش. زي مسلا يقولك مسلا المكانة الانتاج بتاعها بديد متوسط انتاج مسلا اه five inches with standard diffusion اتنين ملي. بقى الاتنال ده بتاع ككل. خلاص? فلانهم بستخدموا. انهم بستخدم الايه? السعب. والزد دي ده رقم من الايه? من الجدل. خلاص? ده رقم من الجدل. حسب بقى انت عايز كم في المية? يعني اللي بيحدد كم في المية هي قيمة الزد. هي قيمة الزد. تمام? فاكرين كما قلنا بنتكلم على الامبيريكال رول. فاكرين لما قلنا ايه? قلنا ان 68 في المية. من البيانات واع في الرينج بتوين ميو بلس انت منس ون سيجم. خلاص? فالده 68 في المية بينظورة قيمة زد بكم? الرقم اللي قدام السيجما هو ده الزد. التسعة وصعين. آآ الثمسة وصعين 10.44 كانت 2. سيجمال. يبقى 2 هو ده الزد. ال 99.74 كان 3. خلاص? طيب ال 95 بالضبط كان 1.96. طيب ال 99 بالضبط ايه 258. قال لكم ايه? ده الكلام من الجدل يعني. يعني بص كده عادي. يبقى قيمة الزد حسب انا عايز confidence كان في المية. يبقى قيمة الزد. يعني ا lokاجل. قيمة الزد. يبقى الزد. وعند حين ايه الزد. زد بن بج 68.4 قيمة الزد نانت 5.44 و 3 بيدي 99.74 ما سكذا الـ 25% في الماء لو أنت عايزة إذا كانت بيدي الـ 25% في الماء و 9% في الماء من غير بقى الفractions يدي 99.44 بيدي 2 يبيدي أزغر من 2 هي 1.96 طيب 99 دي 3 دي أزغر من دي 2.50 دي يعني هذه قيمة اللي هي الزد طيب الصوفتوير أنت أي بقى نسبة عايزة إليها الزد المناظر يعني أي زد عايزة أي نسبة عايزة إليها الزد المناظر هو الصوفتوير عنده بكلام ده بلتين وموجود مش بحتكتب بحافظه ولا عقل يعني هو هيعمل الكلام ده هو يطبع المعادلة اللي أنا قلت عليها متشوى طيب الكلام ده بتجم منين ومعنى إيه شفنا كزا مرة وإحنا بنعمل النورماليتي تاست الشاشة بتاعة النورماليتي تاست اللي هي نانالايز ديسكريبتف اكسبلور اهي على نريسيت الكلام ده وليه بختار مسلا السللي لو أنا عايز اجيب بتاعة للسللي فأنا هنا بختار آدي السللي وهو دي موجودة فين موجودة هنا جوة ادي شايف العلامة فيه هنا تحتها كان مكتوب ناينتي ناينتي فايف تقدر بقى تغير الرقم ده زل ما انت عايز اي رقم عايزه اكتبه مع عدل المية في المي مش عاكس ما مية في المي يعني يعني اخرك ناينتي ناين بوينت ناين 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 للصبح جدا تمام لكن 1 جزاكلي واي اوكي في هنا طبعا رسومات هتطلع بايد فول طيب انا مش عايزها هنا اخلي بس ايه بس بس اللي انا مش عايز على الجدول ده بس اللي يطلع اختار هنا في الديس بليي وهاقول له اوكي هيدي لك اي دايما بيطلقه في الاول ده الجدول شوفناه كتير متاع لسكنيس والكرتوسيس احنا كنا بنبص على دول بس لكن ادي ايه تاني حاجة اهو المين ده بتاع السامبل اربعة و تلاتين الفرمانة ساعتاش من كام لكام من اتنين وتلاتين الف تلاتين الف تسعمية وستين يعني تقدر تقول لهو لو انت اخدت الرقمين دول تمام اصورهم روما عشاني قدامي كده وانا باكتبهم انا رجعش هنا تاني وقا وقا اللي هروح على البورد اكتب الكلام ده احو ممكن اكتبها هنا في الصفحة دي تحت احو and the move ranges between احو قاعد الرقمين اللي انا اكتبهم اتنين وتلاتين الف وثبنمية تمانية وسبعين وش اوض الفرقشن يعني وخمسة وتلاتين الف تسعمية وستين دي اسمها the 95% confidence interval for the population mean اذا معنى ايه طيب تفسيرين معنى كده ان the population mean اللي انا مش عارفه اللي هو unknown وما فيش حد يعرفه ranges between اتنين وتلاتين الف تومياتين وسبعين وخمسة وتلاتين الف تسعمية وستين with confidence 95% يعني انا متأكد ان متوسط الببليشن بتراح ما بين الرقمين دول نسبة تتأكد كم في المية 95% اذا في احتمال خمسة في المية ايه ببرة الرينج ده يعني يما اقل من اثنين وتلاتين يما اكتر من خمسة وتلاتين ادي معنى confidence انت تقدر بقى اضغيرها زي ما انت عايز حسب انت عايز النسبة كانت تقدر تكتب الكلام ده بسهولة فانا اقدر هنا ايهو وعايز اغيرها يبقى analyze descriptive exemplore وبندوس على statistics وغير النسبة عايز 99 اهي 99 وبقول له contain اي نسبة مش لازم خمسة اي حاج هتلاقي الرنج هاي وسع شوية بص كده lower limit يال والupper limit يزيد خلاص يعني دي كانت اثنين وتلاتين افتون ممية سبعة وثمانين او ثمانية وسبعين ودي كانت خمسة وتلاتين الف وشوية بقت ثلاتة وتلاتين الف وشوية الرنج ووسع والconfidence الزائد يعني كان range between 32 200 391 و 36 thousands 448 الكلام ده الconference بتاع تكون في المية 99 في المن دي اسمها الconference ايه انترشي ادي ده موضوع والconference interval بالتفسي حد عنده اي استفسارات في اخدام ده دكتور بعد ازنح الوطن فضل الابريبيشن اللي هي الميو السيجما والاتش نود هجل دي نكتبها ازاي على ال sbs عشان نفرقها بما بين المين او عندك اكتر من طريقة الطريقة الاولى ان انا اروح افتح الورد بقوله insert simple هتلاقي رموز دي كلها موجود وبعد انت اخدها copy paste من الورد لل sbs يعني انا اهو لو فاتر الورد اه اه حدث ما insert simple كده فيها اللي تخطر على بك تمام وتاخدها وتعمل copy paste انا كده فتحت اي وجيت وقلت اهو وبعدين هنا هتلاقي فيه samples موجودة في مآي الاخ خالص على insert simple هتلاقي فيها ايه كل رموز اهو سامبل زيه الباقي اولا انت عايز بقى الباقي كتير جدا كل دول اول دي رموز الفرعونية والرومانية كل حال لص مثلا هنا ادي ها ده الفونت هنا مثلا دي currency simple ممكن اقول بس كده او او زي انا عايز اه عمحيس ايه مايجيب ليش كل القصص دي مثلا عايز الفابيتك عايز اي نوع من انواع فانت هتلاقي بقى عندك روسها دي الميو والالفا والبيتا والسجما موجودة برضو هجيبها لك اهو انت تلاقفوه شوية دي الارقام باشكالها المختلفة كتير جدا يعني كل ده موجود ال اي تاو ال سي تاو كل ده موجود مش عايز بقى تعمل الكلام ده اه ممكن تكتبها مسمى ميو اكتبها ميو او اكتبها ام سجما اكتبها سجما او اس كده يعني فده كده دي طريقة وده طريقة فيه موجودة يعني في حاجة كثير قوي موجودة هنا تقدر بقى تدور على الرمز اللي انت عايزه مجرد انك انت اختارت الرمز وتقول له insert يعني انا مثلا ايه عايز اكتب ميو ادي ميو اقول له insert خلاص كيفل خد بقى اهو ctrl c وروح في الاس باس اس في المكان اللي انت عايز تكتبه وتعمل ctrl v ها اعمل لك الميو وكذا اي رمز عايز موجود عايز تفسار تاني وزي ما قلت مش عايز تعمل الكلام ده اقتصر بقى ميو اكتبها ام اه sigma عايز تكتب sigma عايز تكتب s sd standard division كل ده شغال ما فيش مشكلة ده كده كل ما يتعلق بال disk of differences طيب انا هفتح تسجيل جديد للcorrelation بقى اشتركوا في القناة